تشارك مصر في منتدى ديفوس بملفات مختلفة تعكس الرؤية التنموية لمصر حيث يعتبر المنتدى منصة للترويج الاثثماري لمصر لجذب استثمارات في مجالات الطاقة النظيفة في ظل المتغيرات المناخية انطلاق مما يمثله منتدى ديفوس من أهمية على الأفراد والدول على الأسعادة المختلفة خاصة السياسية والاقتصادية تستفيد مصر من مشاركتها في المنتدى من خلال أوجهين عدة خاصة على المستوى الاقتصادية فمشاركة مصر في المنتدى تعد فرصة كبيرة لإعادة ظهور على ساحة الاقتصادية الدولية بملفات مختلفة تعكس الرؤية التنموية لمصر من بينها تنويع مصادر التجارة وفتح أسواق جديدة فضلا على أن مصر لديها فرصة جيدة من خلال المشاركة لدعم اقتصادها خاصة في ظل قربها جغرافية من أوروبا التي تمثل الشريكة الأساسية لمصر اقتصاديا بما يزيد على 26% من إجمال التجارة المصرية كما يعتبر المنتدى منصة لترويج الاستثماري لمصر لجذب استثمارات في مجالات الطاقة النظيفة في ظل المتغيرات المناخية ما يتماشى مع توجهات قمة المناخ كوب 27 التي استضافتها مصر نوفمبر من العام 2022 فقضية المناخ تعد أحد الموضوعات المدرجة على أجندة منقشات المنتدى هذا العام ومن المنتظر أن توقع مصر شركات لمبادرات مناخية في قطاعات الماء والغذاء والطاقة إلى جانب المشروعات الخضراء التي تتبنها الحكومة فضلا عن توجه الحكومة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهايدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما يضع مصر على الطريق لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج الهايدروجين الأخضر كل تلك الصفقات ستكون فرصة كبيرة لمصر لإعادة عرض ملفات الاستثمار في الاقتصاد الأخضر على جميع رجال الأعمال وأصحاب الثروات الحاضرين بالمنتدى بما يشكل ترويجا استثماريا عالميا لمصر يضاف إلى ذلك فرص تعزيز الشراكات ما بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية في مجالات استثمارية متعلقة بالابتكار والإبداع ومشروعات ريادة الأعمال خاصة في ظل فتح هذا المجال بكثافة للقطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ جهود التنمية ويمثل أيضا ذلك فرصا لتصدير الغاز الطبيعي المصري لدول أوروبا فمصر لديها إمكانات في قطاع الغاز تؤهلها لزيادة الإمدادات على المدى المتوسط والطويل في ضوء التعاون بين دول شرق المتوسط من خلال منتدى دول غاز شرق المتوسط